نظم تحالف الوطني للعمل الاهلية التنموية قافلة ستر وعفية 25 بمشاركة كل مؤسسات التحالف وذلك بأرض محلج زقزيق المطور بمحافظة الشرقية ضمن فعاليات قاطرة خير التحالف وخلال القافلة استفت السيرات المشاركة في القافلة والمحملة بالمواد الغذائية والمساعدات تمهيدا انطلاقها لمساعدة أهل قرية سعود بمركز الحسينية تتكون قافلة ستر وعفية من ثماني شاحنات محملة بأربعة عشر طن من اللحوم المجمدة وستة ألاف كرتونة مواد غذائية ووجبات ساخنة جاهزة وشونة مدرسية شاملة الأدوات وملابس مدرسية وأقطية وغيرها من المساعدات